الخسائر ملايين الجناهات يام عزمة المحافظة العزمة بيرون مظبوط؟ لا الخسائر ملايين الجناهات هسألك انت هل في واحد عقب؟ لا لم يعقب لا احنا من اسمناش عن حد بيعقب غير البلطاجين التليميزيون المصري ورانا بالصورة ناس بتمسكى الفوز بتهد في كنيزة اطفيع في حد عقب؟ لا ايه اللي عفلت الحكومة؟ بعتت هنا وهنا الشيخ محمد حسان وده حتى مندوب غريب برضو لازم نعترف يعني يعني اي حكومة في العالم مسؤولة تتصرف على هذا النحو الرسالة اذا لوصلت المواطنين انه لسنا دولة القانون ممكن نبقى في احسن الاحوال دولة المصالحات العرفية او دولة تبويس اللحة ان الشيخ يبوس الاسيسة والاسيس يبوس الشيواتة ويفتروا مع بعض اذا ضاعت هيبة الدولة اصبح من يرى انه المكان ده ما يصحش يقام يروح بنفسه يحل المشكلة بانه يدمره اه 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 نيجي للعلام اه يوم الاحد كان العلام غير مسؤول وكان محرضا على الفتنة لانه هو صور الامر وانا هقولك برضو واقعة انا طرف فيها تصلت بيا موزيعة يوم الحد بالليل في ساعة متأخرة قالتلي عايزينك تعمل مدخلة قالتلي شفت حضرتك لعباط بيقتلوا في الجيش لعباط بيهجموا البشر انا ربيضي انا فكراني انا هقول الكلام ده انا سأطالب باستقالة الحكومة وايقالة محافظ اصوات قالتلي هكلمك بعد ايدي ما كلمتكش ما كلمتني ما عجبهاش الكلام يعني انا طبعا امبسطت بيهجم اكلمتنيش لانه طبعا كان يمكن هي هيحسبوها على ان انا هقول كلام مش هو المطلوب لكن ده بيوري لك بيوري لحضرتك التوجهات بتاعت الاعلام احنا حتى هذه اللحظة عندنا مناهج تعليم تحرض على الفتنة الطائفية برامج اعلام تحرض على الفتنة الطائفية وخطاب ديني يحرض على الفتنة الطائفية طيب استاذ محمد هاي كنت هتعلق في النص اه عايز بس اضيف حاجة للي قالها استاذنا نبيل ساكي اللي هي خياب دولة القانون قبل الاحداث بتاعت المسبيرو بكم يوم عقد الاعضاء الحزب الوطني المنحل مؤتمر جماهيري كبير في انة في الجنوب مش فكرة في الناجة حمادي بتالي في انة على ما اسكر المهمة حضر عند عبد الرحيم الغوب حضروا خمس تلاف وعضوا من اعضاؤهم من الحزب المنحل وبعد الفضائيات وسائل الاعلام صورته نقلته طبعا كانت التصريحات واضحة سنقطع خطوط السكك الحديدية اذا صدر قانون العزل السياسي سوف نفصل الصعيد عن الجمهورية او عن مصر اوكي خليهم يقولي لقلوه انا قعدت منتظر رد فعل المسؤول في مصر رد فعل رئيس الحكومة انتظرت رد فعل حتى النائب العام يعني انت عندك تهديد واضح وصريح معروف مين اللي قيله كمان بالصورة والصورة ضد كيان الدولة المصرية كيف هي مر هذا التصريح يعني انا متصور اني كان النائب العام يحلهم فورا الى جهات التحقيق ثم المحاكمات ان رئيس مجلس الوزراء يصدر بيان فوري يعني ان انا احس بهيبة الدولة يعني انا كمواطن انا ارتعد وارتعد مثل الاف ومليئين المواطنين على مثل هذا التصريح ثم لا اجد اي مسؤول يعني هذا هو رد الفعل الذي نجده هو لا يوجد رد فعل على الاطلاق بس لا امور خطيرة جدا تركها بهذا الشكل يعني ينزر بكورد اضافة ان هؤلاء اللي عملوا هذا المؤتمر لان ما كانش فيه اي رد فعل من اي مسؤول بعدها بـ 48 ساعة عملوا مؤتمر تاني في محافظة الشرقية وكرروا نفس الكلام ليه لانهم لم يقابلهم اي رادع طبعا السؤال بعد التالت ان ما كان لهؤلاء ان يعقدوا مثل هذا المؤتمر في واضح النهار امام الاف الناس وسائل الاعلام يقولوا هذا الكلام ما لم يكن قد وقر في انفسهم ان ما فيش حكومة ولا سلطة في البلد يعني عارفة لو كانوا يقتنعوا ان فعلا كانوا حكومة ده كانوا يستخبوا يعني ده لو كانوا يعرفوا ان فيه مية من ميدان التحريجة لكن ده معناه ان الكل عنده قناعة ما فيش قانون ما فيش دولة ما فيش حكومة ما فيش مسؤول هيطلع يعني فالنتيجة انت تحسدي الآن غياب هيبة الدولة طوال التسعة شهور فراغ الأمن اداء مترد ليه الحكومة غياب الخيال السياسي غياب الرؤية يعني غياب الرؤية اللي يخلي المجلس العسكري والحكومة يوافقوا على ان انتخابات مجلسات الشعب والشورى تستمر خمسة اشهر في ظل وضع اقتصادي سيء بناء على التصريحات التصريحات وزير المالية نحن نواجه ازمة هو ما بيقلكش نواجه كاريسة ما بيقلكش اقتصاد موصل منهار بس عنده الراجل ازمة بيقلك لو كل واحد تلعلي باي مطالب ما معاييش فلوس طيب ازاي انا وقف عجلة الانتاج وعجلة الاقتصاد ليه اساسا يعني ميزة طوال خمسة اشهر ما هي طبيعة النشاط الاقتصادي الذي سوف ينشط في مصر اثناء فترة الانتخابات خمس شهور هي عمل الخيام علب الكشري السندوتشات اللافتات الانتخابية ما ايه هو النشاط اللي هيدخل موارد للخزان العامة للدولة زي جمارك وضرائب وتأمينات او يشغل عطلين كل مستثمر قاعد ينتظر خلاص فلوس وركنها قاعد منتظر شكل البرنامان القادم ايه شكل الحكومة القادمة ايه اذا احنا كمجلس عسكري كمجلس وزراء كان عليه ان يسعى لتقليل فترة الانتخابات ما بقول له ويش يعملها فيه موعد علشان الاشراف القضاء بس ما يبقاش في النهاية خمسة اشهر ما يبقاش في النهاية ان هو كان يسعى ان اعضاء مجلس شعب بعد ان يتم انتخابه يروحوا بيوتهم وبعدين يطلعون بعد شهرين بعد انتهاء انتخابات مجلس شورى يعني هذا بقى اللي يرتب اعطرني ده بالحديث لما تم المجلس شعب موازي وخليهم يتسلوا هل هي نفس المنطق ان هو احنا مش هرد عليهم عشان يعرفوا ان هم غير مهمين ولا ده منطق ان نسيب الناس تقول لي هي عايزة يعني هاي زعرب انا برضو عايزة اقف ناحية التانية اقفهم ايه المنطق اللي بيخلي الحكومة ما بتعبرناش كده يعني ده ايه ايه المنطق هو التفسير واضح هزي الحكومة هي اللي يعني تفسح المجال امام قوات تطرف الدين نتكلم بصراحة بقى يعني بشكل غير عادي والاعلام يعني ان الوقت لما بودع الحديث او حوار في التلفزيون لازم مقرر علي ان يكون معايا واحد سلفي يا واحد ينتمي لجماعة الاخوان انا مش ضد ان ايه حد يعبر عن رأيه لكن فيه نداءات بتصدر وكلام انا مثلا مرة فتحت بس مش التلفزيون الرسمي قناة اخرى لقيت ايه يعني بناء شوية تخيالي يعني ايه مش بسا كيف ننهض بالتعليم كيف نطور البحث العلمي تنمية الاقتصادية ازاي الزراعة اللي نهار دي نعمل في ايه كيف نحمي حتى ما تبقى من الصناعة لا هناك مجالات كثيرة ممكن نتكلم عنها عارفة بناء شوية ايه السنة كان بالظبط توقف المسيحيون المصريون عن دفع الجزية انا صدق وايه اللي جاب الجزي اصدر ما عرفش انا ايه المناسبة ده وما فائدة هذا وايه وإلى اي هدف مازين يخدوها بأس الراجع يعني يسعى هذا الحوار وجاي بين اتنين لابسين جلاليب وبيناشوا هذا الموضوع هذه هي العقلية السائدة الآن ويشجع هذا انه فيه احزاب نتكلم برضو بصراحة انت في دستور 71 اللي انا ضده كان فيه نص يحضر تأسيس الاحزاب على اساس ديني او احزاب ذات مرجعية دينية الاعلان الدستوري حزف عبارة ذات المرجعية الدينية اه اصبح انت عايزة تأسيسي حزب ديني ما تقوليش انا حزب دين اه من نفسك مش كده حزب زو مرجعية دينية هو في واقع الامر حزب ديني انت عاني كاذا حزب ديني عدد غير طريق ناشح سنفي تقريبا ومعرفش اللي باقي هذه الاحزاب الدينية بدلا من ان تناقش رؤية مستقبلية كما تفضل لستاذ محمد او خيال سياسي او او بتناقش ايه اللي حصل من 1500 سنة او 1400 سنة وهنا الجدل ممكن لا ينتهي لمدة قرن او قرون لانه تعرفها الخلافات بين الفقهاء وكل واحد له اجتهاده وكل واحد له تفسيره وبالتالي نترك كل القضايا اللي بتواجهنا الان وهي قضايا ملحة وعاجلة وخطيرة وانا تفرغ مع الاساسات زادول لمنقشة ما هو الحلال وما هو الحرام وهي الاساسات ممكن اذا يعني تخلع ملابسها لو فيه كلب زكر قدامها الاخر هذه القصص التي لا تنتهي تتحك انت لا قصص لا نهاية لا فاحنا ضحية ضحية لاسلوب سائد الان في هذا المجتمع يبعدنا عن كل القضايا الحاوية وانا هضرب لك مثلا اخير هل في حد بيناقش كيف تحكم مصر بعد حسن المبارك بمعنى الناس بتنافسه كام واحد مرشح لرئاسة ومعرفش كله بيناقش اذا جبت سير الدستور كأنك قلت كلمة حرام ممنوع ويتشناجه ويركبه بالعصب تضيحة مش عايزين الدستور اذا فيه اهداف خفية وفيه جمعة قندهار الشهيرة توزع كتاية بعنوان الدستور الاسلام وعالم السعودية رئيس الجمهورية ما فيش رئيس الجمهورية في الدستور ده فيه الامام يعني اذا مطلوب دولة دينية باختصار هذا البلد المجلس العسكري نفسه قال ان الدولة المدنية مسألة امن قوم يطبق ده يطبق بس طيب انا اذا انتقل لنوطة تانية يا سيد محمد وعايز اتكلم على قانون الغذر اللي احنا كده كلمنا عنه في النص وهو انا يعني اللي بيدور في وصف الشارع الناس اللي بتسأل طب هو ليه ما يتطبقش على كل الناس اللي شاركت في الحياة السياسية او يعني عندها شبهد احنا نازل نروح محكام وناخد حكم قضائي ليه ما يتطبق اين اللي هيدور رموز النظام السابق انه هما يتعزلوا خمس سنين على الحياة السياسية يعني ايه المشكلة انه يصلك اجراء عشان حسن ان احنا في ثورة لانه حتى الان بكل حضراتكم بتحكوا عنه هو احنا مش حسنين في اي اجراء ثوري كده حصل ايه المشكلة يعني المشكلة هو ان في اختلاف في وجهات النظر في تعريف مجارة في 25 يناير هل مجارة في 25 يناير هو ثورة اذا تم التسليم بان ما جرى في 25 يناير هو ثورة فسيصدر هذا القانون من 12 فبراير مثلما جرى في 52 يعني مجلس ثورة 52 خلاص قام بعزل كل من مرس السياسة قبل 52 لكن لو جرى التعامل ان ما جرى في 25 يناير هو عبارة عن مظاهرات احتجاجية يعني غاضبة للشعب المصري فسيتم التعامل معه ليس بالتغيير ولكن بمنطقة الاصلاح الجزئي كمان ففكرة طب نطلع قانون فيمر عبر القضاء فينتهي بالعزل بعد كمان سنين يعني يحين وحيك ربنا لكن لو احنا فعلا بنتعامل بمنطق واضح وصريح من اول يوم من 12 فبراير انا اعتقد ما كناش وصلنا لهذا الجدل لو كان المجلس العسكري اصدر هذا القانون ببعض التعديلات بوعد المواقمات بمعنى انه ليس شرطا وهذا منطق ان التلاتة مليون عضو في الحزب الوطر كلهم كانوا فسدي انا مسلم بلاها حتى اللي كان دافل مع مشاركش بشكل فاعل على الهم ويف نواب ينتمي هناك على الاقل يعني القادة المؤسرين في الحزب الوطني اعضاء لجانه الرئيسية ومناء المراكز والمحافظات والقرى الى اخره دول يجب اصدار قانون فوري بيعزله تخلي لو كان ده حصل في 12 فبراير في اول مارس اول إبريل ما بنتيش هتلاقي المؤتمر اللي اتعمل في الصعيد او في الشرعية خلاص قرار انت قطعت من اول يوم لكن فكرة الطباط او منهج الطباط اللي اللي بيتتم فيه ادارة المرحلة الانتقالية اللي خلها مرحلة ارتجالية هو اللي بيوصلنا لده يعني اللي تخلي بقى فيه تجر على ده يعني ده وصلوا فيه هذا المؤتمر في الصعيد انهم قالوا لو لقيني اي حد من العيال بتوع التحرير هنضربوا بالنار اذا ارجع الى اصل المشكلة اصل المشكلة ان السلطة السياسية التي اتسلمت الحكم منذ 12 يناير من وجه نظري انها رأت ان ما جرى في 25 يناير ليس سواء